نرجع نتكلم برضو تاني على لوكاس براجا اللي هو الجناح الايصر بلعيب سانتوس وقلنا ان شبكة ESPN اتكلمت ان النادي الاهلي طلب ان الراجل دوت في صفقا مفروض النادي الاهلي عرض من 3 ل 4 مليون دولار ده الكلام الموجود على الشبكة واللي قلته الشبكة دوت هو اللعيب اللي هو قدامنا ده وطبعا برضو في نفس الوقت الشبكة كتبت ان الرئيس النادي لأ متمسك باللعيب وان هو مش هيستغنى عليه باقل من 10 مليون يورو طبعا هنا فيه فرق كبير جدا ده لو الكلام ده اصلا مظبوط ولكن برضو انا اللي لفت نظري ان ارقام لوكاس براجا لو الكلام ده فعلا صح ومظبوط فبرضو يعني ارقامه هقولها لحضراتكو دلوقتي ونشوف الارقام ده هو تخلي الراجل ده ممكن يكون موجود ولا ده مجرد اجتهادات صحفية ولا ايه بالزبط خلونا نشوف الاحصائيات بتاعت لوكاس براجا مع سانتوس خلال الموسم الحالي يعني ده لوكاس براجا واحصائياته الموسم الحالي ده على ESPN الشبكة وعلى عهدة الشبكة لعب 44 مباراة السنة دي سجل هدفين صنع هدف يعني وده احصيات لوكاس براجا مع سانتوس منذ انضمامه للفريق في 2019 يعني لعب معهم 143 مباراة سجل 14 هدف وصنع 10 اهداف ارقام يعني ما اعتقدش يعني ما اعتقدش ان الارقام دي هي الارقام اللي هي بتاعت المهاجم الفزة يعني انا انا ماشي انا 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 معرفوش ولكن الارقام بتقول لما ألعب 44 مباراة السنة دي اسجل هدفين ويعني ممكن الواحد مثلا ايه اسجل هدفين في سنة وهو مهاجم وهدف وكل حاجة ولكن سجل هدفين لانه مصاب قعد فترة كبيرة ما بيشاركش قد ولكن لما يبقى يلعب 44 مباراة سجل هدفين ويصنع هدف اعتقد مش ديها الارقام اللي تستدعي وجوده يعني الله اعلم ايه اللي هيحصل ولكن ديها على عهدة الشبه